جميل يعني الشرع المصري يرى انه وده محدش يختلف عليه تحقيق العدالة واجب ما بين المالك والمستاجر بس ازاي النوهاو بقى يعني زي ما بيقولوا كده هو يعني بداءة انا ارى يعني ان احنا القيمة الايجارية تزداد حدد كنت تتكلم على القياس قبل ما نطلع للتحقيق القياس بالنسبة الحكم الدستورية العليا لما المجلس النواب حاب ينفذ هذا الحكم عشان مش فيه فرق تشريعي عمل بالنسبة لاماكن الموجرر غير غدا سكن الاشخاص الاعتبارية سواء الجهات حكومية حلو انا للسكنة بعد الوقت انا بكلم على القياس اه القياس عمل الخمس سنوات دي وتزداد القيمة الايجارية على اخر قيمة ايجارية موجودة لمدة خمس سنوات وزداد عشر في المية ثم يترك المشتاجر الاصلي او عفونا الشخصية الاعتبارية انا ما عنديش هنا المشتاجر الاصلي انا عندي شخصية اعتبارية سواء كانت جهة حكومية امش بتعالوا مع اشخاص طبيعيين او شركة قطاع خاص او قطاع عام ده هينفع مع السكنة فان دي اه من بين المقترحات في هذا الكلام بالفعل يمكن انا قريت اه فيه ان هو خمس سنين خمس سنين يعني احنا ممكن نخليها عشر سنين اه بدل خمس سنين وفي العشر سنين تزداد القيمة الايجارية زاد معقولة اه بتزداد معقولة بس مش عادية يعني زيب يعني في التقرير بيقول يعني وده احنا بنشوفه يعني باش ستة جنيه في اه في عبخالي قصارو في الزمالك او هاتفر يعني في اي مكان عالي القيمة يعني احنا برضو هنعمل موأمة منش هينفع ان انا اقول اعمل لجنة واللجنة دي تقيم اللي ساكن في الزمالك اه والشقم ساحتها قد ايه ومن عند القدرة اكيد اولاك ما عنديش قدرة يعني ما عليش خاني نتكلم وانا عايز شقة من الحكومة لأ يعني الموضوع لازم القانون مفهوش المسائل دي طب احنا معنا انا عايز انا اتكلم في الحتة دي بشكل يعني طبع بتفهم ان انا اقول يصدر مشروع بقانون اه بعد الحوار المجتمعي طبعا الاعلام مهم جدا تمام المسألة دي بينور ووضح مسائل زي اللي يتكلم اللي اخر بيكلم في التقرير بيقوله شوها مقفولة لا مقفولة للطرد من غير ما نعمل قوانين تمام ده احد اسباب الاخلاء ان هو ترك وهجر وبالتالي يستردها المالك تاني يعني دي مش محتاجة مشروع بقانون او قانون جديد كويس برضي حالة نوضحها لان كتير او اكلف المسأل ناس ما هجرة وناس افلة وازاي عايزين نستفيد منها طب هما بيستفيدوش منها وادفعهم ملاليم لا يا سيد احنا بنقول انت ما عندكش معلومة قانونية ارفع دعوة اخلى لترك المستاجر الاصلي او من امتد له وعقد الاجار الهجر المادي وان مش شرط يكون هجر برا مصر الهجر زي مساءت اكتفضت في البداية قلت عنده شقة تبعية اه او افلها او مش محتاجها مهم خمسة جنيه لا ده بيضطرد وكتير جدا حالات اتطردت خلي بال حالاتك في القضاء المصري يعني احكم باحكام كثيرة جدا وكتير او اتطرد على هذه الاسباب ولكن في ناس ما عندهاش المعلومة دي فبالتالي بتجيلها من غير فكر فقر قانوني احنا بنتكلم بنقول نعمل الموأمة تزداد القيمة الاجرية قيمة معقولة يشعر بها المالك يعني ادار ستة جنيه ايه بقى خمسمائة جنيه ايه بقى أربعمائة جنيه يبقى في قيمة عندي العقار فيه عشر وحدات لما يخشيلي مبلغ عشر تلاف جنيه خمس تلاف غير ما يخشيلي خمسين جنيه او ميت جنيه يبقى انا كده شعرت بالعدالة في موأمة وفي ذات الوقت يبقى عندي مدة أطول شوية ليه بقى القياس هنا مع الفارق البسيط ايه انا بقول اشخاص اعتبارية برضو فلسفة المشرح هنا لما قد خمس سنين شخص اعتبارية الجهة الحكومية عندها القدرة المالية انها تجيب مكان تاني غير المكان المؤجر اللي سلمته بعد خمس سنوات شاركة مساهمة مصرية شاركة تضامن شاركة مشاكلات الاشخاص عندها الملاءة المادية اللي تستطيع انها تحوز او تأجر بقيمة اعلى او تتملك خلاف الوحدة وبردو هتطلع لك حالات يعني دكتور فضل يعني هيقول لك انا ابن يعني انا جيل الاول الوريس نعم ولسه متجوز وقاعد وبكون نفسي وما عنديش استعداد ان اعرف اشتري شقة هتيجي بعد عشر سنين ربما حالي برضو ما يسمحش ان انا اشتري شقة برضو هتماشين هنرد علي رد صغير قوي هنقول له اه سيد الفضل هو ليس ارسن يعني المحكمة الدستورية العليا في احكامها واحكام محكمة النقض برضو في كثير من الاحكام اعتوى مش مراس نعم او مش مراس مش مخلف ارس من الوالد الله يرحمه يعني او الوالد اذا كانت مستجرة اصلية ثانيا احنا قانون استثنائي قانون مخالف اصلا للدستور المصري انت بتقيد حق الملكية يعني ارد عليها اقول له كده هو عارف كده وبرضو من الحرام شرعن يا اخي انك انت تقعد في الشقة مدى الحياة تمام اذا كنت مستجر الاصل ثم يمتد لابنك او زوجتك هي درجة اولى فقط لغينا احنا التانية والتالتة والمصاهرة والكلام ده في الفين واثنين المحكمة الدستورية العليا هي درجة اولى فقط للزوجة والابناء تمام وبشرط من كانوا برفقة المستجر الاصل حتى الوفاء والترك يعني عايزين نفاهم برضو المسألة دي يعني بنقول يمتد عقد الاجار للدرجة الاولى زوجة وابناء فقط لمن كانوا رفقة المستجر الاصلي حتى وفاته او تركه للمكان ويمتد بعد الترك يبقى رفقة يبقى اذا لم يكن رفقة يعني البنت او الولد اللي هجر او ساب الشقة بتاعت والده وتجوز بره مرش امتداد هل حل انه اللي ما عندوش قدرة نديره شقة والله انا شايف من الحكومة المسجرية عشان تدخل معترك هذه المشكلة العميقة او يعني كان بين المخترحات الدكتور مصطفى مابوري مع الدكتور طريق الجزار وزير الاسكان ان ايه اللي هنعمل لجنة خاصة بالسكان اللي ما عندوش القدرة على السداد يشارك فيها المنتفعين من هذا القانون اللي هم الملاج يعني ما فيش غيرهم بقى يبقى انا دلوقتي قيمة اجارية مئة خمسمون جنيه في الزمالي كدر يدفع وارد في مكن تانية ما عرفش يدفع في الحالة دي هتتدخل بهذه اللجنة الحكومة المصرية بمشاركة المنتفعين من هذا القانون بساعد القيمة اللي جاري عنه يبنى عدو طب المدة قد ايه هل هي خمسة ولا عشرة ماشي ده نتكلم فيه نتكلم نقول خمسة تمام هنا الدولة والحكومة وزيرات الاسكان بقوة في اتجاه او بالفعل بدأت في عملية التأجير للوحدات السكنية مملوكة للدول من خلال مهاية مقترحات عمرانية وارد جدا ممكن من بين هذه المقترحات بعد مرور الخمس سنوات وثبت بدالين مدين يقيني ان هذا المستعجر او من امتد له عقد الاجراء ليست لديه القدرة ان يتملك واحدة خارجية بالفعل ممكن نديله شقة من الوحدات دي الخاصة بالدولة من خلال هذه اللجنة الخاصة